رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله درسنا اليوم هو عن وجوب حفظ الأوقات وعدم التفريط فيها فيما لا ينفع درسك ما أنت إن شاء الله وحكاة درنا وجوب حفظ الأوقات وواجب وقتك إن لحفظه وعدم التفريط فيها فيما لا ينفع قفك إن أسكأل عليه إن وقتك سقل بيه وحيها بأن فائدة لعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك نوحو يلي لابن نعمدو أكرا وددك انت بضن مغبون فيهما مغبون فيهما معنى هذا قوفك منكو بيزن السمايو أما التجار السمايو و لقبضيو أما لقب فائدة يعني معنى هذا كما فائدة استان سيدي لقرب كثير منهما كثير من الناس دد بضن كما فائدة استان لابن نعمدون نحييين الصحة والفراغ الصحة والعاصمات إلهة عاصمات كسيو والدقاء كارتا وحبت قبسان كارتا والبران كارتا وقراء ودخل سان كارتا وفرسامات بران كارتا عمل خير عمل السالح ودكود دير كارتا يو فراغ فراغت لا داي وحبت قبسان كارتا لبدها السوية على عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر عشر رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزة متفق عليه خديث كان عائشة رضي الله عنها وحيو للنساء رسولك عليه الصلاة والسلام وهو أهانشري وقيد تبنكا وقضن بيت وقضن بيت بش رمضان أحيى ليله أحيى ليله مركبين كبرن وسوششري وسوششري وأيقظ أهله فعمل جيسة أيهور جد كاكين شري وشد المئزة وشد المئزة يعني عبادة دكوزة دالي شري يعني اعتكاف مساجد قريسة يضمر كي حاسك وكفو كي شري بنع يعني نكاح يعني بالمستعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة لا تزول قدم عبد قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل به وماذا عمل فيما علم أخرجه وترميه خديث كان عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة يعني ابن آدم قدم كي سكم يوم القيامة إله ارتيسة انت عن عمره فيما أفناه عمره يسأ من حقبابي وعن شبابه فيما أبلاه يوم مركب لراه من حقبابي وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يلعك تسا حقوقك يومحك به وماذا عمل فيما علم يومحك السمي علم الإله السيد مركب حديث وحوين قف ينقف كرويان عن أبي رويرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ولا إن سرعة الله غالية ولا إن سرعة الله الجنة الشرح وين شرح حديث روين الوقت هو الحياة فمن أضع وقته فقد أضع حياته وقته هو نلش ذات وقته قادر نلش على نلش وسيسعل عن هذا التنظير وكثير من الناس مقبون في وقته فهو خاسر فيه يتاك أضع يتاك يتاك وأضع وقته يتاك حياته solamente وأصد DOWN وكadas وحياته وخياته 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 ووخياته وكأة الدنيا عاخده مرقا قوفكو نسكا إلى الهالي وقتك سوى ولا شديسة المحبة صدو فهاكفها ليستو أبها ضيعة الحديثة وحلقها فيدي سنة ابن آدم وقتك سوى ولا قوي دي سنة وقتك سبسؤول عن وقتك سوى الحديثة وحلقها فيدي سنة كثرة المفردين في أوقاتهم المضيئين لها والمغبونين فيها وحلقها فيدي سنة تضبضن وقت يضوى ضيعة خسارة أي كده يعان إله نقع عن فعلمك إله إن شاء الله نغده كوى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اقسم لنا من قشتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وعبصارنا وقوتنا ما حييتنا وجعل الوارثة منا وجعل تعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل رصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلا ونأجي سون كاغا وحسو جايدنا يشيغ أحمد عبدالغني وحنا فضعي يهلبي يتيم وقرقار أغونتا رمضان المحسنين رمضان المحسنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا